فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وليس الغرض تفصيل ما يجب أو يستحب في ذلك بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب بها لما ينفعه الله به يقول ليس الغرض من هذا الكتاب أننا نحيط بكل المسائل التي تندرج تحت العمومات التي ذكرناها وإنما المراد بيان النماذج فقط تدل على المقصود ويحصل بها الفائدة وأما الإحصاء والشمول فهذا له مواضيع أخر وكتب أخر